صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي تفتح الهيئة من خلال هذا البرنامج نافذة على مؤسسات المجتمع وأفراده نستقبل من خلال هذا البرنامج ملاحظاتكم آرائكم وأيضا اقتراحاتكم للتعبير وتوصيل مجموعة من الأفكار التي نسعى من خلالها إلى تطوير القطاع الطبي في إمارة دبي وبالتالي تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة إذن هواتفنا كما تعرفون للاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ومن الأخراج رحاب المرشد وتحيات فريق الإعداد فريق العمل الإذاعي بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي مثل ما عودناكم دائما مستمعين ناخذكم في جولة بأهم الأخبار التي تطالعنا به الصحف ووكالات الأنباء من أخبار محلية وعالمية خبرنا الأول بعنوان فحص النظر بالهاتف المحمول التفاصيل تشير إلى أنه ضمن فعاليات منصة التأثير الاجتماعي بقاعة الدسكوفري ناقش الدكتور هونغ شينغ شيونغ وهو طبيب معتمد في نيوزلندا ناقش هذا الموضوع اللي قلنا عنوانه وقد ابتكر الدكتور شيونغ مجموعة من الأدوات المتعلقة بفحص العيون والتي من شأنها أن تسمح للأطباء إجراء فحص العين بإعدادات سريرية مختلفة للحد من انتشار العما وقال الدكتور هونغ لا يعتبر الابتكار صناعة واختراع شي جديد بقدر ما هو إيجاد حل مشكلة شائعة وحول مشروعه قال هذه المعدات الأولى من نوعها في العالم والمتوفرة بأقل من 150 دولار مقارنة بالأجهزة المتخصصة التي قد يصل سعرها إلى أكثر من 37 ألف دولار طبعا ذكر الدكتور شيونغ بعض الابتكارات التي قام بتطويرها نظرا للحاجة الملحة لها منها تطبيق للهواتف الذكية قادر على فحص النظر وذلك بعد أن لاحظ ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالعمى حيث يصاب شخص واحد بالعمى كل خمس ثواني حول العالم ويسهم هذا التطبيق في خفض التكلفة بشكل كبير إلى جانب إمكانية استخدامه بطريقة سهلة وميسرة وذلك بعد أن جعلت الشركة هذا التطبيق مجاني للجميع مؤكدا أن نشر الابتكارات يعد من أكبر التحديات التي تواجهها حيث يتم استهلاك موارد ضخمة لنشرها والحصول على براءة اختراع لها قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من الموارد التي تم استهلاكها خلال عمليات البحث والتطوير في خبر آخر العلماء يكتشفون كيف تقوم البكتيريا المقاومة للعقاقير ببناء دفاعاتها تفاصيل الخبر توصل علماء في بريطانيا الاكتشاف هام يوضح كيفية قيام البكتيريا المقاومة للعقاقير ببناء دفاعاتها الأمر الذي يمكن أن يمهد لابتكار عقاقير حديثة يمكنها قتل هذه الكائنات الفتاكة ومن الملاحظ أنه خلال العقود الأخيرة تزايدت أنواع البكتيريا المقاومة للعقاقير مثل بكتيريا وايد صعب اسمها بس بحاول أقولها بالشكل السليم استافلوكوكاس أوريوس ها عرفتوها؟ حين في بكتيريا ثانية بعد اسمها أصعب من الأول البكتيريا الثانية اللي هي كلوستروديوم ديفيسيلي طبعا هذي وايد أسامي غلش نحن سميها بس الفكرة أن هذه البكتيريات يعني تمثل خطر بالغ على الصحة العامة فيما صارت سلالات أخرى معدية منها الأمر اللي يسبب الالتهاب الرئوي والسيلان غير القابلة للعلاج وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الكثير من المضادات الحيوية باتت غير ذات فائدة هذا القرن ما يجعل المرضى عرضة لعدوى تهدد مستقبل الطب والعلاج والعلاج وصارت المستقبل في خطر لا نخوفكم نحنش فيلا طبعا المستقبل إن شاء الله بيكون ظاهر ومثل ما هناك اكتشافات بهذا المجال هناك إنجازات تتحقق في هذا المجال تتواصل حقيقة الإنجازات في الأقسام المختلفة في مستشفى دبي ما يطمئن الجمهور جمهور متعاملين مع المستشفى وغيره من المستشفيات الهيئة التي تحرص دائما على توفير أرقى الخدمات الطبية لأفراد المجتمع اليوم ننتقل معاكم أعزائي المستمعين إلى مستشفى دبي وبالتحديد من داخل قسم الأذن والأنف والحنجرة ويسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة وعبر الهاتف دكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى يحدثنا عن إمكانيات القسم وإنجازاته في الفترة الأخيرة أهلا ومرحبا بك دكتور سلام علي صباح خير سلام علي صباح النور دكتور أجريتم مؤخرا عملية جراحية تصحيحية لمريض كانت لديه مشاكل من جراحات أجراها خارج الدولة ما طبيعة هذه الحالة وكيف تعاملتم معها؟ المريض عمره 63 سنة يعاني من ضيق بالتنفس عنده تضيق بالقسبة الهوائية تجاه إسعاف بحالة طارئة من 6 سنوات على مشفى دبي وتم إسعافه وفتح فتحها في الرقبة للتنفس لأنه كانت تضيق شديد بالمنطقة الرغامة هي المنطقة تحت الحبال الصوتية ذالت عنه حالة الخطر بعدين طلع خارج الدولة قعد أربعة شهور متواصلة خلال أربعة شهور عمل ستة عمليات بالأسف انتهت كان بانسداد جزء انتهت بانسداد تام في القصبة الهوائية أو الرغامة نحن تحت منطقة تحت الحنجرة تسمى باللغة العربية الرغامة انتهت بانسداد تام وأتشوفته أنا أنا انضميت لفريق زنجرة بمشهد دبي من ثلاث سنوات وعندي الأختصاص الدقيق اللي هو غير زراعة القوقع هو الطرق الهوائية بعته جابه وقال لي بآخر مرة خارج الدولة عملوا له ستة عمليات وقعد أربعة شهور قالوا له ما عاد فينا نعمل لك شي ورجع على بلدك وهذا أثر على حياته الاجتماعية والزوجية والنفسية ويعني كتير تدمر وما فينا نعمل لك شي معه لنا كان وقت شفنا نحن نستشفى هون مرة تانية كان صار له السنة ما بيحكي لأنه بتعرف لذي تتكلم أنت بيطلع الهواء مع الزفير على الحنجرة وتتحرك لحبال الصوتية هو ما فيه هو يطلع لأنه مسكرة تماما حنجرته وما بيقدر يشم ولا بيقدر يحكي وبالتالي أثرت عليه يعني صار عنده اكتئاب شديد بدنا له العملية كانت عتت مراحل أول مرحلة زرعنا له نحن عادتها منزرع غضروف من الصدر من القفص الصدري منزرعه بالحنجرة لنوسع الحنجرة والرغامة للأسف كان الغضروف عنده متكلس ما قدرنا نأخذ أخذت له غضروف من الإذن من طيوان الإذن بدون ما تأثر على شكل الإذن أول عملية أخذت له هو كان عنده انسداد لمسافة 5 سنتي ما عنده طريق هواء نهائية فإذا يلزم تصنيعه أكتر من مرحلة خذت له مرحلة من الإذن اليمنى مرحلة الثانية من الإذن اليسرة صار يدري يشكي صار يدري يتنفس بس ما كان يمكن الاستغناء ما كانت كافية الاستغناء عن الفتحة اللي بالرأبة لأن الغضروف الأذن مو متل غضروف القفصصصصري طري ممكن يطلعون ذلك أختصر شوية فإذا صارت الطريق مرحلة الثالثة ونزرعنا له شبكة ضمن الرغامة أو القسبة الهوائية حاليا الفتحة من العنق مغلقة تماما يتنفس بشكل طبيعي ويتكلم بشكل طبيعي ممتاز دكتور بين الحين والآخر يعني يجري قسم الأنف والأذن والحنجرة عمليات دقيقة في العديد من المجرات هنا نريد أن نتحدث عن مستوى تجهيزات اللي يضمها قسم الأنف والأذن والحنجرة وأيضا بعض هذه العمليات على عجالة طيب نحن قسم متكامل نجري كافة عمليات الأذن والأنف والحنجرة قاطبة الفريق الموجود ضمن مشفى دبي أنا عملت بإنجلترا ما يقارب العشوة السنوات أبل ما يجع دبي التجهيزات اللي موجودة في مشفى دبي وضاهي تلك الموجودة يعني أحسن من الموجودة بإنجلترا فإذا لعننا البنية التحتية لإجراء كل العمليات الحمد لله حتى في لعننا ليزر جديد قمنا بخلال فترة بإجراء مية وخمسة وعشرين قوقعة الشغلة الجديدة اللي صارت حديثا من كم شهر هي عملية زراعة سماعة عظمية وكانت أول مرة تجرب الدولة صارنا عمليين ستة عمليات فلا في عنا عمليتين جايين على الطريق فإذا نصار في إنجازات جديدة خلال الفترة والحمد لله دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق حقيقة الإنجازات في هذا القسم تتحدث عن نفسها من خلال الأرقام ومن خلال المشاريع اللي أنتوا تسوونها عالميا حقيقة فنحن نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم الاستمرار على هذا النهج اللي تقومون فيه دكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي شكرا جزيلا لك شكرا إلى كل برنامجك الناجح الله أعطيكم العافية سلام عليكم طيب مستمعين في عنا رسالة من أبو عبدالله أنا بقرأ الرسالة بالحرف مثل ما هو كتبها وأيضا أتمنى بعد أشواق أنت بعد تأخذين الرسالة هذه وتوصلينها للمعنيين زيارة للمستشفيات التابعة لهية الصحة في دبي ستلاحظ انشغال الكثير من الموظفين والموظفات بهواتفهم الذكية أثناء دوامهم الرسمي بقراءة وكتابة الرسائل وأسأل هؤلاء أين أمانتكم تجاه عملكم الذي تأخذون مقابله رواتبكم من الحكومة هل هذا جائز شرعا؟ والله هذا سؤال شرعي ووجهه للناس المعنيين بأمور الشرعية وأنا ما أقدر أفتيك فيه وأينا المسؤولين عن هذه السلوكيات هكذا سنحقق جودة العمل زيب عبدالله أنا قريت الرسالة مثل ما أنت كتبتها بالضبط الآن أنت اللي طرحته شي عام جدا أتمنى الإخوان بيتصلون فيك من الكنترول أو حتى بعد الحلقة سواء المعنيين في هذا الموضوع أتمنى اتحدد لي الأماكن بالضبط هذا واحد الثاني مسألة أن الواحد إذا شاف تيلفونة أثناء هذا إذا ما كان ضمن يعني التعامل مباشر مع الجمهور لأن أنت شملت الموظفين والموظفات أنزين؟ إذا ما كان التعامل بشكل مباشر مع الجمهور أعتقد هنا يعني ما فيه شيء الواحد ممكن يضرف طار أو كذا لأن في النهاية كلنا بشر ونحتاج أن نطالع تيلفوناتنا أنا واحد من الناس اللي أثناء الدوام الرسمي أتطالع تيلفوني أشوف أقرأ المسجات اللي تيني يعني ممكن يكون مسجات خاصة بالعمل ممكن تكون مسجات شخصية ممكن تكون عندي حالة طارئة في البيت فأعتقد أن المسألة محتاجة إلى تفاصيل أكثر إذا أنت مريت بظرف معين أتمنى تعطيني الظرف بالضبط الساعة المكان والتاريخ طيب يا أبو عبد الله أنا قريت الرسالة مثل ما قلت وهذا التعليق اللي أنا أحتاج ما أبغي أقرأ رسائل عمومية لا أبغي حالات تفصيلية يا جماعة الخير على الأساس نقدر ناخذ الوضع السليم ونحاول نعالجها وبالفعل مثل هذه السلوكيات يعني أو مثل هذه المسجات هي اللي تساعدنا في تطوير القطاع الصحي نحن شكري لك على هذه الرسالة وأيضا مستمعينا اللي عندها أي ملاحظات أو اقتراحات كذلك نحن في يعني على على نستقبلها بصد الرحب ونتمنى تزيد مثل هذه الرسائل اللي ممكن تنبهنا بشكل أو بآخر على آليات العمل عندنا وعلى مستوى جودة وخدمة العملاء عندنا فاصل وبعد الفاصل عندنا موضوع جميل ما نطرحه أتمنى كذلك بعد تفاعلكم حول هذا الموضوع ما نتكلم عن الأمور الخاصة بالزيارات التفتيشية والتطويرية للمشاءات الصحية فاللي حاب يعرف الموضوع بالتفصيل يتابعنا بعد الفاصل فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي عموما مستمعين قبل الفاصل نحن وعدناكم ما نتكلم عن موضوع جدا مهم هذا الموضوع ما نتكلم فيه من منطلق حرص الهيئة من منطلق حرص هيئة الصحة بدبي على تحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات الطبية وعلى مواكبة النهضة الشاملة والتطوير المتكامل مع المنشآت الصحية الخاصة على مستوى إمارة دبي أطلقت إدارة التنظيم الصحي منذ شهر يوليو لغاية شهر ديسمبر 2015 تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة وياك والتي قامت من خلالها الهيئة بتنظيم زيارات تفتيشية تطويرية للمنشآت الصحية تهدف إلى نشر الواعي بمبادئ الجودة والتوجيه والتوعي المستمرة بمعايير الجودة واللوائح والتشريعات الناظمة للعمل الصحي بإمارة دبي طبعاً للمزيد من هذا من التفاصيل أنا يسعدني أن يكون معاي حقيقةً في الستوديو الدكتور محمد وسامل كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي وأيضاً معانا كذلك الأستاذ أمل عدي المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء بإدارة التنظيم الصحي حياكم الله معانا يا هلا مرحبا طيب أنا ببلش عادةً مع النساء لكن هالمرة ببلش مع الدكتور دكتور متى تم إطلاق مبادرة وياك وشو هي المبادرة أصلاً بتفاصيلها ونسبة تغطيتها للمنشآت حتى الآن تمام شكراً على صدافتكم إلنا بسم الله الرحيم أول شيء الهدف من مبادرة وياك هو تحقيق رؤية هيئة الصحة في خلق مجتمع صحي آمن وسعيد هذه الرؤية نظرنا أنها في إدارة التنظيم الصحي وهي الإدارة المسؤولة عن ترخيص المنشآت والأفراد في إمارة دبي كان في نظام مطبق في الإمارة عبارة عن زيارات ميدانية تهدف إلى تطوير ورقابة القطاع الصحي وتحسين أداؤه ولكن كمان كان فيها مخالفات فوجدنا أن عدد المخالفات وعدم التزام من المنشآت الصحية كثير منها نظرا لعدم فهمهم متطلبات اللوائح والضوابط المعمومة فيها في دولة الإمارات وفي إمارة دبي بشكل خاص فالفريق اجتمع وفكر أفضل وسائل لتطوير قطاع الصحي في إمارة دبي وتحسين خدماته فوجدنا بناء على الدراسات الميدانية والدراسات الدولية أن الأسلوب التحفيز للحصول على تطوير القطاع الصحي قد يكون مثبت ويتحسن عن طريق العمل معهم مباشرة وتحسين خدماتهم بعمل مشترك فمن ذلك انطلقنا من الهدف أن نحن معكم نحن وياكم فترة ستة أشهر كاملة بخلال ستة أشهر هذه الزيارة الميدانية بتكون مخطط إلها غير مفاجئة تكون بناء على معايير محددة تشيكليست محدد اليوم إن شاء الله نحكي عن تفاصيلها إضافة لذلك أنه نعطيهم رؤيتنا للملاحظات اللي اكتشفناها مشان تطويرها وتحسينها فالمبادرة تم اهتمادها من ساعد مدير العام هيئة الصحة وتم بدأ اطلاقها في شهر يوليو 2015 ولمدة ستة أشهر كاملة كما ذكرتم طيب دكتور أنا لفت انتباهي يعني من خلال الحديث أن هذه الزيارات نحن دائما متعودين التفتيش يكون مفاجئة أنتوا هذه الزيارات اللي سويتوها مرتبة مع هذه القطاعات هنا أبغي أسأل أهمية هذه المبادرة ودورها في تحقيق التكامل ما بين القطاعين العام والخاص ويليت أملت خبريني عن هذه النقطة بشكل عام وأيضا برجع لها للدكتور بعدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا نشكر صطافتكم الكريمة لنا ونرحب بعزائنا المستمعين طبعا ضمن جهود الهيئة الرامية تأتي أهمية هذه المبادرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص برفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين والحفاظ على الصحة وسلامة المرضى من خلال زيادة وعي وفهم القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية المتعلقة بممارسة المهنة حيث يقوم الفريق بتزويد كل منشأة خلال الزيارة التفتيشية والتطويرية بخطة تطويرية خاصة لكل منشأة على حدة والتي يتم من خلالها رصد الملاحظات والتوصيات لتطوير خدماتها الصحية بما يرتقي لأعلى المستويات العالمية لصحة الفرد والمجتمع جميل دكتور بالعودة لنفس النقطة يعني هنا المبادرة هذه طلعت وفق تنسيق معين ما بينكم أنتو كإدارة التنظيم الصحي وما بين المنشآت الصحية التي تزورونها هذا أكبر دليل على مسألة التكامل التي أنتو تسعوا لها من خلال هذه المبادرة صحي مثل ما ذكرت ما شاء الله يعني الهداف نحن زيادة الوعي تقليل من الأخطاء الطبية الحفاظ على صحة سلامة المرضى الاتزام بالقواني التشريعات المحلية زيادة ثقة المرضى في القطاع الصحي هي أحد النقاط الأساسية لأنه كثير ما نسمع من حادثنا في المجالس في المنتديات أنه صار فيه شيء خطأ في أحد العيادات للأسف يعني الشيء السيء ينتشر أكثر من الإيجابيات يعني ما شاء الله القطاع الصحي في إمارة دبي أثبت خلال السنوات الماضية تتطوره وتحسنه وارتقاءه إلى المستوات العالمية فهي أحد الوسائل لتطوير وإثبات أنه الخدمات الصحية في إمارة دبي ترقى إلى المستوات العالمية زيادة ثقة المرضى كمان النقطة الأساسية نحن عنا تطوير السياحة العلاجية وهذا أحد المبادرة المهمة لهاية الصحة في دبي وبالإضافة لذلك نعطي فرصة لفريق التقييم لا يستمع للمنشآت الصحية لا يستمع للمهنيين يستمع للمهنة لا يستمع لشكاويهم أو احتياجاتهم وبناء على ذلك يقوم بوضع التوصيات فمثل ما ذكرت الأخت أمل لكل منشآ كان فيه خطة تطوير مستقلة منفصلة عن كل منشآ لأنه ما ممكنك تطبق كل المعايير على حدة لأنه دائما فيه فرقات بين منشآ ومنشآ حسب خدمات القدمة حسب النوعية الأطباء المهنية اللي فيها حسب التجهيزات اللي موجودة فيها فكل العوامل هاي يعني ضمناها كعوامل محدد لكل منشآ لتطوير خدماتهم طيب بنظرة عامة للقطاع الخاص للمبادرة هذه أو الزيارات التفتيشية اللي تم بوجه عام ومدى الاستجابة لها من قبل القطاع الخاص دكتور كيف تقيمون تجاوب القطاع الخاص معاكم ضمن هذه المبادرات وأيضا كيف تتم هذه العملية تمام نحن أول ما أطلقنا المبادرة كان فيه هدف واضح بالنسبة بعد اعتمادها من ساعة مدير العام بدأنا نضع الخطة التشغيلي للمبادرة في 2017 نشأة صحية مرخصة في إمارة دبي استهدفنا في المبادرة هاي أن نركز على القطاع العيادات الخارجية وهي تقريبا في عنا 842 842 عيادة مرخصة ضمن هذه الفئة فبدأنا نعمة مع الفريق حسب تشكلنا الفريق الفريق كان يتكون من 12 شخص يعملون بإدارة تنظيم الصحي من مشارب مختلفة من خلفية طبية وتمريض وأشخاص مع علاقة بالصحة والسلامة وضعنا قائمة واضحة للتقييم المنشآت هي مثل بالإنجليز يقول عنها تشيكليست مشاركتها مع المنشآة اللي يتم زيارتها بحيث تكون الأمور واضحة بالنسبة للطرفين سنقيم ماذا وهذه التشيكليست أخدنا في تطوير حوالي شهر ونصف ممكن الأخد أمل تعطينا كمان فكرة أكثر عن كيف تم تطوير القائمة هذه نعم قامت طبعا آلية المبادرة بداية مثل ما قال الدكتور أسامة قام بتشكيل فريق متكامل ذو كفاءة وخبرة عالية حيث قام طبعا بتحديث قائمة التحقق الخاصة بالزيارات الميدانية للفئات المستهدفة وفقا للمعايير المنظمة والقوانين والتشريعات المعتمدة وأيضا أفضل الممارسات الصحية قام الفريق بأخذ عينة وعقد زيارة تدريبية للفئات المستهدفة وأخذ التغذية الراجعة لتطوير هذه القائمة وأيضا لتطوير آلية تنفيذ المبادرة ومن ثم طبعا تم عقد برامج تدريبية مكثفة لعضاء الفريق المشاركين بالزيارات الميدانية والذي شمل المفتشين الصحيين وأيضا تم عقد أربع ورش عمل تدريبية في شهر يونيو ويوليو ورش عمل تدريبية تدريبية للمعايير ومتطلبات للعيادات الخارجية بقاعة اجتماعات مكتبة راشد الطبية وتمرد على جميع استفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المشاركات المستهدفة قبل تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة ومن ثم تم عرض قائمة التحقق وآلية العمل على الموقع الهيئة للتقييم الذاتي للمشأة ومن هنا طبعا بدأت رحلتنا في زيارات التطويرية الجميل أن المشاركة كانت الخطة أنه أول شيء نقيم دورتين فقط تدريبيات وكان الحضور حوالي 300 أو 400 شخص بعدما بدأت إطلاق المبادرة طالبونا القطاع الصحي مرة ثاني بإعادة الدورات وتم إعادتها والإجمال الحضور تقريبا وصل ألف شخص تقريبا فهذا دلي ما شاء الله الاستجابة السريعة للقطاع الصحي إلى هذه المبادرة طيب دكتور أنا بكمل معاكم هذا الحوار وبكمل معاكم مجموعة الاستفسارات الموجودة حول هذا الموضوع دكتور محمد وسامة كياري رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي وأيضا الأستاذة أمل علي المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء بإدارة التنظيم الصحي أنتوا بتستمرون معنا ونكمل بعض النقاط اللي موجودة عندنا لكن ما نوقف مع فاصل ونشوف بعض الأسئلة بعد اللي وردت من الجمهور ممكن تردون علينا وتوضحون هذه الاستفسارات اللي موجودة عموما مستمعين اللي حاب يتواصل معنا بعد الفاصل ممكن يتصل على الرقم 600551414 وعبر الرسالة النصية على الرقم 4006 فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي قبل الفاصل كانت توقفنا حقيقة عند موضوع الزيارات التفتيشية والتطويرية للمشاءات الصحية والتي تهدف بدورها إلى نشر الوعي بمبادئ الجودة والتوجيه والتوعية المستمرة بمعايير الجودة واللوائح والتشريعات الناظمة للعمل في إمارة دبي العمل في القطاع الصحي في إمارة دبي ضيوفنا في الستوديو مستمرين معانا الدكتور محمد وسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي وأيضا الاستاذة أمل المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء بإدارة التنظيم أمل نحن كنا تكلمنا قبل الفاصل عن مبادرة وياك وشرحناها شو هي هذه المبادرة وليش طلعت هذه المبادرة لكن اللي سويتوه يعني من خلال شهر يوليو لشهر ديسمبر في 2015 هنا أنا أبغي أستفسر عن الأرقام اللي قدرتوا تطلعون فيها من خلال هذه المبادرة نعم طبعا استهدفت المبادرة بالمرحلة الأولى عدد 842 من فئة العيادات الخارجية والتي تشمل عيادات متعددة للاختصاصات عيادات الطب العام عيادات التخصصية وعيادات طب الأسنان العام هذه بالنسبة للمرحلة الأولى من مبادرة وياك وطبعا منذ أطلاق المبادرة تم تغطية حوالي 787 من هذه المنشآت الصحية أي ما يقارب 94% من المنشآت المستهدفة للمرحلة الأولى وإضافة طبعا لما سبق تم تغطية 7 عيادات تابعة للمؤسسات الحكومية والشباح الحكومية أمل أنت خاطي قلامي وأنا ما لحق تسجل الأرقام يلي تتعديدي الأرقام مرة ثانية عشان أنا عندي مجموعة أسئلة أبغي أسئلة ضمن هذه الأرقام طبعا استدفت المبادرة العدد 842 من فئة العيادات الخارجية التي تشمل عيادات متعددة التخصصات عيادات الطب العام عيادات التخصصية وعيادات طب الأسنان العام طيب أبغي أسأل ليش أنتم استهدفين العيادات الخارجية بالتحديد نعم سؤالك في محلة طبعا شكلت هذه الفئة من العيادات الخارجية أكثر الملاحظات والتجارب طبعا والغياب طبعا الوعي بهذه الفئة طيب يعني أنا اللي أقدر أفهم أن هذا المشروع القادمة الحين أنتم استهدفين العيادات الخارجية وبديتوا فيها وين رايحين في المستقبل تمام المرحلة الأولى كانت تجربة كان أغطينا مثل ما ذكرت الأخت أمل 842 منشأة صحية كانت أحد الملاحظات السابق خلال تطبيق القوانين في السنوات الماضية كان فيه واضح جدا أنه فيه قصور بالوعي بالمعايير والإرشادات المطلوبة من التنظيم الصحي فلستهدنا في المرحلة الأولى هي العيادات لأنه فيها عدد يعني تقيبا معظم تقيبا معظم القطاع الصحي في هذه الفئة إضافة لذلك أنه معظم المرضى لما أول ما يزوروا يزوروا العيادات الخارجية ثم يتم تحويلهم للمستشفيات إذا يحتاج جراحة أو متابعة أو شيء من هذا القبيل فنحن بدأ أن أخذنا أنه الهدف هو وين كيف خطط علاج المريض يعاد أن يتابع العيادات الخارجية بعدين يتم تحويله فالمرحلة إذا ركزنا على العيادات الخارجية المرحلة الثانية القادمة إن شاء الله خلال السنة هذه سينتم إطلاق عدة مبادرات المبادرة الثانية ستكون متعلقة بالمستشفيات بخطة شبيهة وإن شاء الله هنكون أتواصل دائما معكم بخصوص إطلاق هذه المبادرة طيب دكتور يعني دائما في إطلاق أي مشروع أو أي مبادرة يعني يتم إطلاقها ومن ثم قياس الفيدباك أو رجع الصدى اللي يصير على هذه المبادرة ما أدري أمل ممكن تعطيني أو الدكتور حد منكم يعطيني التقييم العام لهذه المبادرة وكيف أن يتم تقييم من قبل القطاع الخاص لهذه المبادرة وتقييم المفتشين اللي عندكم يعني أبغي أعرف شو رجع الصدى عن المبادرة هذه بكرنا إحنا أحد هداف الأساسي للمبادرة كان تقليل الأخطاء الأخطاء في القطاع الصحي نحن استهدفنا تقليل الأخطاء بنسبة خمسين بالمئة الآن المبادرة ستة أشهر انتهينا من المرحلة الأولى منها وبدأنا الآن بقياس الزيارات المدنية المفاجأة رجعت مرة ثانية بدون تبليغ بدأنا نبدأ نقيس نسبة المخالفات والالتزام يعني نلاحظنا في تطور شديد إن شاء الله خلال الأشهر القادمة نعطيك أحصائيات دقيقة جداً عن نسبة الالتزام اللي صار بعد تطبيق المبادرة شيء جميل جداً هو نسبة رضا المنشآت الصحية عن هذه المبادرة الجميل جداً أنه كان ضمن الآلية في آلية لتقييم المفتش بعد الزيارة الميدانية ترسل للإدارة مباشرة بعد ما انتهاء الزيارة الميدانية ويطلع المفتشين باليوم الثاني يتم إرسال رسالة للمدير الإدارة المنشآة الصحية ويعطاهم فورن معين أو استبيان معين عن تقييم أداء المفتشين خلال الزيارة الميدانية هل تكم أرقام بخصوص هذه التقييمات؟ أخذ أمان ممكن طبعاً بلغت طبعاً نسبة الرضا على هذه المبادرة 98.9% من نسبة رضا المتعاملين ما شاء الله يا أنتم خوفينهم ماخذين هاي النسبة يا أن المبادرة يعني حققت هذا أنا أتصور مفروض بعد تكون هذه النسبة طبيعية ليش؟ لأن للأمانة أرجع لبداية هذا اللقاء لما تكلمت أن هذه المبادرة طلعت والزيارات كانت موجودة بالتعاون ومرتبة بينكم وما بين القطاع الخاص في هذا الصدد يعني أنا أتصور لأن أنتم لما طالعين ما كان الهدف الرئيسي أني أنا خالف هذه المنشآة على قدر ما كان الهدف أني أنا أرتقي بمستوى الخدمات اللي موجودة في هذه المنشآة ضمن المعايير اللي أنتم حطيتوها ضمن الرؤية لوجود قطاع صحي يتشارك فيه القطاع العام يتشارك فيه الحكومة مع القطاع الخاص لتطويره وتقديم أفضل مستويات الخدمة الصحية في الإمارة ما استغرب هذه النسبة جميل جدا أننا حاولنا تكون حيادين جدا بالتقييم فبعد الزيارة مدنية يرسل لشخص آخر لا يرسل ولا علاقة في فريق التقييم فهذا دليل من الحيادية وهي ضمن إجراءاتنا الداخلية لما طبقنا المبادرة أنه تقييم المفتشين الشيء الجميل جدا أنه رضى المفتشين نفسهم عن الزيارات تائما أحيانا الشخص المخالف بيزعل أو بيكون لا الآن المفتش بيزور المنشآة الصحية هو مبسوط وهو يعني يعرف أنه النتيجة اللي حيطلع منها إرضاء للعميل إرضاء لهذا وضمان الأمان الصحي وسلامة الخدمة ضمنها الزيارة شيء جميل جدا أنه في بعض المنشآت حققت يعني كمان لله سبحانه وتعالى أنا هنا أريد أن أسألك شو أهم الملاحظات اللي تم رصدها خلال هذه الزيارات التفتيشية دكتور تمام ممكن الأخت أملت قالنا عن عدد المنشآت اللي حققت يعني نحن بس أعطيك فكرة القائمة هذه قائمة التدقيق اللي تم إعدادها حوالي شيء 12 صفحة بيتضم حوالي شيء أكثر من 300 نقطة لتقييم لتقييم المنشآة يعني تفصيل تدقيق تفصيلي عن كل غرفة عن كل خدمة يتم تقييمها ممتطلبة أساسية فالحمد الرابع وجدنا أنه في أرقام جيدة للاستجابة طبعا أضيف لدكتور وسامة طبعا نحن قمنا بإعطاء المنشآة ومنحها المعايير يعرضها في موقع الهيئة وقامت المنشآت بالتقييم الذاتي نفسها فقيمت هذه المعايير حسب اللي موجود عندها فمن خلال الزيارات طبعا لاحظنا أن هناك خمس منشآت طبقت هذا التقييم الذاتي واستكملت بامتياز جميع الشروط والمعايير بموادرة وياك منذ الزيارة الأولى ومن هذا طبعا أصدرنا نحيش هادات تقديرية على جهودهم هذه المثمرة للحفاظ على أمن وسلامة المرضى وتطبيقها لجميع الشروط والقوانين الصادرة من هيئة الصحة منذ الزيارة الأولى طيب يعني هذه الملاحظات وهذه الأمور العوائد الإيجابية اللي كانت من خلال هذه المبادرة اللي رصدتوا من خلال هذه الزيارات غير الملاحظات شو النقاط الإيجابية اللي تم رصدها من خلال هذه الزيارة وأيضا يعني طيب مثل ما قالت أختي أمل أن يعني في منشآت من الزيارة الأولى الزيارة الثانية خلاص يعني هم استكملوا كل المتطلبات طيب هذه المنشآت الصحية المميزة كيف تتعاملوا معها إضافة لرسائل الشكر وسيتم عمل تكريم رسمي ويتم شكرهم أمام القطاع الصحي لتوثيق تكريم هذه المنشآت هاي رقم واحد شيء آخر ذكرت هنا ملاحظات يعني طبعا دائما نحن نهدف إلى الحصول على سلامة الخدمات الصحية في مهار دبي كان في عدة ملاحظات تم ملاحظتها أهم ملاحظة يعني الفريق التقييم الميداني اللي لاحظها عدم وجود بيانات واضحة للأطباء والمهنين العاملين في المنشآة بشكل صحيح وعدم مطابقة أحيانا مع برنامج الترخيص فأحيانا بعض الأطباء أما يكونوا تركوا المنشآة بس أسماءهم أزاد موجودة على اللوحات التجارية أو اللوحات الداخلية داخل المنشآة أو مسمياتهم لا تتوافق مع مسميات الترخيص المملوح المسكن الطبيب مثلا هو الطبيب أخصائي يكون مكتوب على الطبيب استشاري أو يكون فيه ذكر بيانات ومعلومات غير واضحة فهذه أحد الملاحظات المهمة اللي قام الفريق خلال المبادرة بتعديلها ووضع ملاحظات للمنشآة والجميل أنه لما أعطينا فرصة للمنشآت وخلال زيارة التقييمية الثانية تم تعديل كثير منها والله ذكرتني حتى دكتور ببعض وسائل الإعلام تطلع مجموعة من الأطباء على مسميات مش مسمياتهم أو تخصصات للأمانة مش تخصصاتهم وهذه تسبب بشكل أو بآخر يعني عدم مصداقية تجاه المجتمع في في هذا الغرب طيب الآن إذا ما برأتكلم عن الخطط المستقبلية بالنسبة لإستمرار مبادرة وياك والنجاح نفس اللي انتو حققتوه يعني 98.9 نسبة الرضا يعني نسبة كبيرة هذا مثل يذكرونه في الانتخابات يعني دائما يوم يتخبون حد في الوطن العرمي قالوا شسمه النسبة 99.9 أنتو بادلكم يعني 1 بال100 توصلون لهذه النسبة ونحن ذكرنا أن هذه النسبة منطقية جدا للأمانة بحكم أن المبادرة تسعى بشكل أو بآخر إلى تطوير هذه المشآت الصحية فشو هي خططكم المستقبلية؟ منر التعازمون أشوف الحين جد دامي خير مثل ما ذكرنا إن شاء الله الخطوة الثانية هي خطوة المستشفيات إن شاء الله بدأ فريق عمل مصغر داخل إدارة تنظيم الصحي بوضع فكرة وتصور لوضع مبادرة مشابهة جدا للمستشفيات المستشفيات تقيم بطريقة مختلفة تماما عن العيادات الخارجية في خدمات كثيرة مختلفة في غرفة عمليات في إقامة داخلية في رضا العملاء أو رضا المرضى عن الخدمة تقدم داخل المستشفى مختلف تماما عن الخدمات التي فبدأنا نحط التصور وإن شاء الله خلال الأسبوع القادمة ننتظر الموافقات التصور يتم وضع الإدارة العليا في الهيئة وبناء على ذلك إن شاء الله ناخد موافقات نبدأ بالتطبيق المبادرة الجميل جدا من الأشياء اللي نحن ركزنا عليها هي حقوق وواجبات المرضى دائما هذا الشيء يعني نحن حاب نركز عليه دائما في اللقاءات إنه المرضى اللي هم حقوق اللي عليها مواجبات جزء من المعايير اللي نحن تقيمنا فيها المنشآت هي أول شيء وجود الحقوق والواجبات معلقة بمكان واضح مثل شو دكتور يعني الحقوق اللي للمرضى يعني أهم من النقاط اللي ممكن تركزون عليها يعني طبعا أول شيء معرفة الطبيب معرفة اسمه اختصاصه هل هو معرفة تكلفة العلاج اللي يتم تقديمه له في هذه المعلومات قبل تقديم الخدمين لأنه أحيانا كثير يتفاجأ المريض بتكلفة العلاج ويكون ما فيه وإنا أدري هذا السؤال شوي بعيد عن هذا بس أنا أحتاج لأنه أعرف المستمعين بهذه الحقوق يعني ليش ليش الواحد يركز على هذه الحقوق ولا شو رأي تعمل معاك أكيد طبعا من حق المريض ومن حق كل شخص كل فرد في المجتمع أنه يعرف حقوقه وواجباته في زيارة المنشآت نقطة الثانية من حقوق واجبات المرضى الوصول للخدمة بشكل سالس وأمين ضمن الزيارات الميدانية التقييمية في بعض المنشآت تقع في مناطق لا يوجد فيها ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة طلبنا المنشآت التي لا توفر هذه الممرات أو المسارعات الخاصة لذوي الاحتياجات أن نتوفيرها ونقيم المنشآت كمان وقت الانتظار للمريض للوصول للخدمة وجود المرافق لذوي الاحتياجات الخاصة كجزء أساسي من طيب هذه بالنسبة لحقوق المرضى شو الحقوق الواجبة على المريض؟ طبعا الحقوق الواجبة على المريض أول شيء الاتباع نصائح الطبيب المعالج الالتزام بالعلاج الخطة العلاج المطلوبة الاستفسار إذا في حال لم يعرف أو لم يفهم خطة العلاج أو طريقة العلاج متابعة الاحترام الفريق الطبي لأنه في أحيانا وصلتنا بعض الشكاوي عن تجاوزات بعض المرضى على لأن حقيقة هناك حتى بعض الأحيان الأطباء يتعرضون للعنف الجسدي من قبل المرضى خاصة إذا كان يعني أحيانا بعض المراجعين يفقدون أعصابهم في في بعض الحالات اللي للأمانة يعني نتمنى أنه تحصل في كل العالم دكتور يعني مبس موجودة عندنا في الإمارات يعني أو في الخليج أو في المنطقة العربية هي ممارسة حتى تحدث في الدول المتقدمة أنه ممكن الطبيب يتعرض لبعض العنف الجسدي طبعا فدورنا نحا في إدارة تنظيم الصحيح يعني توعيد المريض وأهل المريض بحقوقهم وواجباتهم بحيث نضمن سلامة الخدمة الطبية في إمارة دبي نعم طيب نحن عندنا يعني الوقت أزف على الانتهار دكتور يعني كلمة أخيرة إذا نسيت أنا محور من المحاور ممكن توجهها في هذه الكلمة وأيضا بنتقل بعدين ككلمة أخيرة لتشنتي اختيأة أمل تفضل دكتور نحن دائما نسعى للأفضل والتحسين والتطوير دائما نحب نتواصل مع الجمهور إذا في أي ملاحظات عن بعض الخدمات الطبية الممارسة في إمارة دبي أبوابنا مفتوحة لاستقبال الملاحظات والشكاوي المتعلقة في القطاع الصحي ودائما نحن نسعى للأفضل نحن إن شاء الله التغذير لوسطنا من المبادرة هذه شجعتنا كثير أن نخطوخ طبات قادمة الأمام وإن شاء الله يكون الفريق الذي عمل في هذه المبادرة أود أن أرسل لهم التحية والتقدير لجهودهم في هذه المبادرة وإن شاء الله نحن نقدم بهذه المبادرة على مستوى إمارة دبي أحد المبادرات الممتازة تمثل هيئة الصحة إن شاء الله تفضلي أمان طبعا ختاما نشكركم على استضافتكم والرحبة لنا والتي طبعا تأكد على إيمانكم بدور هيئة الصحة الرياضي في تعديس طبعا أواصر الثقة بيننا وبين القطاعات الصحية وطبعا هذا الذي يسهم في بناء مجتمع صحي آمن سعيد والوصول إلى رؤية هيئة الصحة بدبي أمل أمل علي المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء بإدارة التنظيم الصحي نحن شاكرين لك هذا التواجد وإن شاء الله تكون يعني أكسفيريينس حلوة قضيتيها معانا شكرا لك الدكتور محمد وسامة كيالي رئيس قسم تنظيم قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي نحن شاكرين لك أيضا تواجدكم شكرا لك وكل التوفيق إن شاء الله في هذه المبادرة أو المبادرات القادمة أمل أن كانوا يابدين زعتر رحاب هذا الزعتر حقي كان أنا شربته ما أدري ما أمنوه تعرفين شوف فوايد الزعتر الزعتر ممكن أنه يعالج السعال الديكي ممكن يقوي جهاز المناعة عندك أيضا مسكن للألم ومطخر ومنشط للدورة الدموية ويا ليت يبتول إياه قبل الكرك أنزي لأن كان ممكن الحلقة تطلع فيها أنتعاش أكثر إن شاء الله الحلقة كان فيها أنتعاش يعني فيها مجموعة كبيرة من المعلومات فيها مجموعة كبيرة من الرسائل اللي وصلتنا في رسالة تقول نشكركم على هذه النافذة ملاحظتي التأخر في الشكاوى بالذات في حالات الوفاء فيها أثر نفسي على أهل الميت يرجى التواصل وحاط رقمة تواصلي معاهم الشواق خلينا نشوف شو الوضع بالضبط تواصلت معاهم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم شفتوا التنسيق كيف فعموما بيشوفون الموضوع أنا ما يعني أتصور ما أدري أعتقد أن قسم الشكاوى عندنا يعني قسم سريع في الاستجابة حقيقة سواء أنا ما قاعد أتكلم على الأمور اللي ترت في الإعلام حتى بشكل مباشر أحيانا أنا بيني بيني وبينكم أتصل فيهم وأحاول أشوف الكول سنتر عندنا كيف شغال شو اللي يسوون هل يردون بسرعة أخترع شكوى في بعض الأحيان عقل بقولهم أن أنا شاسم رئيس قسم الإعلام فعموما اللي عنده أي ملاحظة وعنده أي شيء ممكن يتصل على الرقم ثمانمية ثلاثة أربعة ثنين هذا الرقم أربعة وشرين ساعة على مدار الأسبوع 24-7 days فممكن تتصلون على أي موضوع يخصكم وإن شاء الله يعني الجماعة ما بيقصروا للأمانة يعني أنا مش مدحن شاتي فيه مجروحة لكن للأمانة يعني سواء كان الكول سنتر أو قسم وصل صوتك اللي تابعي لإدارة خدمة المتعاملين للأمانة الموظفين اللي هناك يعني الجهود اللي يقومون فيها جهود كبيرة وجبارة ورحاب أشرت بأديها ما أدري تسلم ولا تقول لي باي لا خلصنا زي عموما وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعين الكرام نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا في برنامج صحة وسعادة على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة والمزيد من الموضوعات الطبية تقبل وتحياتي محدثكم محمود يوسف ومن الأخراج الأستاذ الرحاب بن مرشد ومن الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والتصال المؤسسي والتنسيق أشواق مسعد نراكم غدا إن شاء الله وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي